موسيقى قرار بنك المغرب برفع مستوى الفائدة الرئيسي إلى 3% بعدما كان 2.5% بما يعدله 50 نقطة مئوية وقرار ينساجم مع الضور الأساسي لبنك المغرب حيث أن البنك يعتمد سياسة نقدية تهدف بالأساس إلى كبح مسويات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار حيث أن هذه هي المهمة الأساسية لبنك المغرب وجميع الأبناء المركزية في أدبيات الاقتصاد العالمي وأعتقد أن ارتفاع مسويات التضخم خلال الشهر الماضي الذي بلغ نسبة 8.9% وهو رقم قياسي مقارنة مع شهر يناير من سنة 2022 والذي يرتبط أساسا بارتفاع مسويات أثمنة المواد الغدائية بأكثر من 16.8% على مستوى السنوي كل هذه الأمور أدت إلى استمرار الضغوط التضخمية والتي لم تعد فقط مرتبطة بالتضخم المستورد من الخارج بقدر ما أصبح تضخما ممأسسا مرتبطا بواقع الإنتاج الداخلي بالمغرب فارتفاع مسويات أثمنة المواد الغدائية هو نتيجة أساسية للتراشع المنتوج الفلاحي وللجفاف أو موجات الجفاف الهيكلة الذي يعيشه المغرب مما أدى إلى الحصار مسويات إنتاج المواد الفلاحية وارتفاع أثمنتها في السوق بالإضافة إلى تغلب موجات مضاربات التي يعرفها السوق المغربي والذي على عكس ما يشهده العالم من تراشع لأسعار المواد الغدائية وأسعار المواد الطاقية كالغاز والبترول الذي عدا إلى مستوية ما قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن تأثيرها على السوق المحلية ظل محدودا والسمرار ارتفاع موجات التضخم كان سببا أساسيا في اتخاذ هذا القرار هذا من جهة ثانية لا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار الخاص برفع مسويات الفائدة الرئيسية يأتي كذلك باعتبار أن العملة الوطنية مرتبطة بعملتين أساسيتين هم الدولار واليورو حيث أنه يرتبط 60% باليورو و40% بالدولار الأمريكي ونعلم جيدا أن التوجه العام للأبناك المركزية سواء البنك المركزي الأوروبي أو المركزي الفيدرالي الأمريكي هو توجه نحو رفع مسويات الفائدة التي بلغت ما بين 4.75% بالنسبة للفيدرالي الأمريكي وتم الرفع أيضا بـ 50 نقطة مئوية ليصل إلى 3% مستوى سعر الفائدة الأساسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي كل هذا أجبر البنك المغرب على الاتخاذ هذا القرار للتماشي والحفاظ على توازن العملة الوطنية والتخفيض من تأثير ارتباطها به أهاتين العملتي في التعاملات الخارجية إذن كخلاصة يمكن القول أن هذا القرار جاء بالضبط لكبح مساوية التضخم رغم أن تأثيره على مساوية التضخم لن يكون كبيرا إلا أنه كان بالضرورة القصوى المرتبطة بهذه المستويات الغير المسبوقة للتضخم المرتبط بالعوامل الداخلية والخارجية أيضا وكذلك بارتباط السوق المغربي أو لنقل العملة المغربية بالعملات الأجنبية بالنسبة لقرار رفع الفائدة وتأثيره على مساويات الطلب والاستهلاك المغربي أعتقد أن تأثيرها سيكون تأثيرا سلبيا حيث أن الرفع من مساويات الفائدة الرئيسية يؤدي بشكل عام إلى الرفع من مساويات الفائدة التي يتم تقدم بها القروض للمستثمرين وكذلك الاستهلاك بالنسبة للمواطنين المغاربة نعلم أن هذه الحركة التي قام بها المغرب أو هذا القرار الذي قام به بنك المغرب برفع مساويات الفائدة وقال مرة التالية حيث قام برفع مساويات الفائدة المرة الأولى في شهر ستنبع الفين واثنين وعشرين وفي شهر دوشنبر الفين واثنين وعشرين وكانت أثيرها كذلك على مساويات الفائدة المقدمة مثلا لقروض الاستهلاك حيث تم ارتفاعها من 4.19 كمعدل في الربع التالي في سنة الفين واثنين وعشرين إلى 4.32% في الربع الرابع وقروض الاستهلاك ارتفعت من معدل 6.39% إلى 6.4% وبالتالي فإن هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض من الأبناء المغربية وبالتالي سيؤثر خاصا على مساويات الاستهلاك ومساويات الإسمار هذا الأمر هو أمر سلبي جدا لأن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى تعزيز الطلب الداخلي وكذلك الرفع من مساويات الإنتاج لتحقيق النمو المطلوب والذي سيكون منحسرا خلال هذه السنة بسبب تفاقم هذه الأزمة التضخمية والتي ستؤثر على مساويات الإنتاج بدليل أن البطالة ما زالت مرتفعة في المغرب وتحتاج إلى تغيير انهيكل في الاقتصاد المغربي من أجل تخفيضها حيث أنها مرتفعة بمساويات تقارب 12% وهو ما يحتاجه نفسا استثماريا من أجل حل هذه المعضلة إذن نقول أن هذا القرار الخاص برفع مساوي الفائدة الرئيسية سيكون له تأثير سلبي على مساويات الاقتراض للمغاربة وكذلك على الإقبال على الاستهلاك وكذلك قروض التجهيز وقروض الاستثمار لكن بالنسبة لبنك المغرب الأولوي الأولى بالنسبة له في سياساته النقدية هي الحفاظ على مساويات الأصعاب ما دامت الأدبيات الاقتصادية تحدث على أن مستوى التضخم البقبول يجب أن يكون أقل من 2% ومستوى التضخم بالنسبة للمغرب يفوق بشكل كبير المتوسط الذي متوسط التضخم بالنسبة للاقتصادات التي نتعامل معها أو الشركاء الخارجين وكذلك المنافسين الاقتصاديين وهنا تكمن أهمية أولاد يعني ضرورة القرار بالنسبة لبنك المغرب في حقيقة الأمر الأزمة التي يشهدها غطاء البنكي الأمريكي من خلال إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي يرتبط أساسا بالقروض التي كانت تقدمها هذه المؤسسة البنكية إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي خروجها من الضوابط الأساسية التي ترتفع التي تراقب عمل الأبنك الأمريكية قرارات الرفع من مستويات الفائدة أدت إلى أن القروض السابقة صارت يعني غير ذات جدوى اقتصادي بالنسبة للأبنك أو بفعل أن انخفاض مستوياتها الحالية عن المستوى الفائدة الحالي الذي يتم تقديم به القروض وبالتالي فكونها أقل مرضودية جعلها غير مطلوبة في الأسواق وبالتالي أدى إلى التراجح الكبير في الطلب عليها وعندما يقوم بنك مثل سيريكون فالي بتقديمي أو بوضع أكبر عدد ممكن من الإداعات أو من إرادات الموضعين في هذا النوع من الإستثمارات أدى ذلك إلى نهياره الوضع الذي فسرته الآن بعيد أن يؤثر بشكل كبير أو بشكل مباشر على النظام البنكي المغربي الذي ظل مقاوما حتى في أزمة 2008 التي كانت أكبر وأعام من الأزمة الحالية والمؤشرات تشير إلى أن النظام البنكي المغربي هو أكثر أمانا وأكثر ضمانا بحكم أنه نظام تقليدي لا يغامر بالاستثمار في القروض أو لا في سندات التي تحمل مخاطر في تراشع قيمتها بالإضافة إلى أن بنك المغربي تدخل على مستوى العملية في المغرب مثلا كعملية شراء سندات الخزينة التي كانت بمستويات فائدة قليلة تدخل بنك المغرب لشرائها من أجل ضمان استمرار هذه السوق وضمان تمويل الدولة من خلال شراء هذه السندات المستقبلية بمستويات فائدة تتوافق مع المستوى الحالي الذي أقره بنك المغرب أعتقد أن النظام البنك المغرب يظل في معزن بشكل كبير عن الواقع الحالي ما عدا في حالة انفجار الأزمة وتوسع بشكل كبير لتتحول إلى انهيار تام من النظام المصرفي الأمريكي وبالتالي ستكون الأزمة ليست مقتصرة على النظام المصرفي المغرب بل ستكون أزمة عالمية تنظر بنهياره النظام الاقتصادي أو والمالي العالمي برمته ترجمة نانسي قنقر